بسم الله الرحمن الرحيم نادي الأهلي خلال يقودون النادي الأهلي خلال الأربع سنوات القادمة وبالتالي كنا مع حضراتكم من الساعة 8 الصبح لحين انتهاء إن شاء الله الفرز حكون مع حضراتكم في الساعتين اللي جايين عايز أقول لحضراتكم أن النهاردة كان يوم رائع بكل المقاييس لكل أعضاء الجمعية العمومية شكرا جزيلا لحضراتكم على وجودكم في بيتكم بيتكم الكبير دائما النادي الأهلي شكرا لكل أعضاء الجمعية العمومية على المجهود الكبير اللي كان موجود النهاردة وعلى اختار زي ما تختار عندك عشرين مرشح تختار منهم زي ما حضرتك عايز ولكن في النهاية يظل دائما النادي الأهلي فوق الجميع فوق جميع كل أبناءه الحقيقة النهاردة هذه المقولة تمثلت وبشكل كبير جدا جدا في الجمعية العمومية للنادي الأهلي النهاردة لما رحش الجمعية العمومية أعتقد أن فاته كتير جدا 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 كل حاجة كانت جميلة كل حاجة كانت حلوة النهاردة كل واحد بيخش ينتخب في سهولة ويسر طبعا كان هناك بعض الأمور الازدحام لأنه كان العدد كبير جدا بسم الله ما شاء الله يعني ولكن في النهاية كل حاجة تمت بيسر وبسهولة وشكرا أيضا لكل الإدارة التنفيذية دكتور سعد شربي وكل الموجودين في النادي الأهلي شكرا لمدير الأمن النادي وشكرا لكل الموجودين الحقيقة الناس كلها تعبت النهاردة مش عايز أقول لحضراتكم الناس مش النهاردة بس الحقيقة خلال أربعة يام سابقة والأمور على قدم وثاق الكل بيحاول أنه هو يعمل الفرح بتاعه فعلا النهاردة لكل الناس الحقيقة النهاردة لكل الناس من أعضاء الجمعية العمومية اللي راحوا عرفوا يعني إيه الجمعية العمومية للنادي الأهلي فرق ما بين الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأي نادي آخر اللي احنا شفناه النهاردة حاجة جميلة جدا جدا كل الناس قاعدة كل الناس مبسوطة كل الناس سعيدة بتخلص التصويت بتاعك وبتطلع تشوف صحابك وتشوف أحبابك تقعد مع أسرتك تقعد مع أعضاء الجمعية العمومية يوم النهاردة مختلف تماما تماما عن كل شيء الكل قاعد مع بعضه الكل شايف والأجواء كلها على فكرة بروح النادي الأهلي فقط لغير ما شفناش أي مشكلة أنا متواجد أنا شخصيا متواجد لأن أنا عضو جمعية عمومية الحقيقة فأنا متواجد من الصباح الباكر في النادي والغاية قبل ما يجي لحضراتكم كل الأمور تبشر بجمعية عمومية رائعة كل الأمور تبشر بأن هناك فارق كبير ما بين جمعية العمومية في النادي الأهلي وما بين أي حد تاني اللي بيحصل النهاردة أنا منتهى السعادة ومنتهى الفخر ومنتهى الاحترام لكل الناس اللي جات وكل الناس اللي مجاتش لكن اللي مجاش صدقوني فاتكوا كتير جدا 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 النهاردة من الأجواء الجميلة اللي كانت بتحصل ومن روح النادي الأهلي وحضرتك ماشي في كل ركن في كل ركن كل اللي حضرتكوا شايفينه ده كل ركن بتمشي فيه بتحس بروح النادي الأهلي وبروح الفنيلة الحمرة دي ما احنا دايما بنقول وهنا كمان هتقول لنا روح الفنيلة الحمرة أيوة النهاردة لأنه اللون الأحمر هو المسيطر في كل شيء اللون الأحمر هو اللون اللي احنا دايما بنمشي وراه ولأنه هو الاسلوجن بتاع النادي الأهلي الأعضاء خايفين على ناديهم الأعضاء بيشاركوا في الانتخابات عشان خايفين على ناديهم مش مهم تختار مين دي مش بتاعتي كل واحد من أعضاء الجمعية العمومية عمل أو اختار اللي هو عايزه ولكن في النهاية أنا عندي قد إيه الناس كانت مبسوطة وهي هل حضراتكم شايفين حد مثلا متدايق ولا لا لا كل الأمور ماشية بشكل رائع جدا زي ما حضراتكم كده شايفين آه في زحمة لأنه الحقيقة أعضاء الجمعية العمومية كانوا كتير جدا النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني ولكن في النهاية كل الأمور على أكمل وجه كل زي ما حضراتكم شايفين كده